اشتركوا في القناة 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 واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا المؤطرة النظامية لم يكن يدعون رؤسهم في الوظيفة العمومية لذلك هذا هو حقوم يطالبون بحقوم ووظيفة العمومية لا تجزئ لذلك هذا هو في التعليم التعليم هو الذي أريده لا يجب أن تخيص التعليم لأنه هو الأصل إذا أتفق معك أن الهتيجاجات مستمرها جملة وتفصيل لا يوجد الهتيجاجات مستمرها باللتي أنا أرعي آخر من نسبة لي هذا لا الهتيجاجات هي كتبية على حسب الوضع الوضع اليوم كان الهتيجاج في الأول معقول خرج فئات وتناطرت الفئات لأن علاج تعاقب ذلك المشاكل التي كانت قبلها سابقاً ولم تحلوش المشاكل من 2003 إلى هذا أنها خلت جميع الفئات المتضررة أنها تخرج للشريع وتتضامن في تنسيقيات التي وصلت إلى 23 اليوم كان هناك خطاب رئيس الحكومة ليس وزير التربية الوطنية وعننا على القادية جميد ما هو المعنى؟ الجميد كان يقفوا المسطرة تطبيق هذا المرسوم الذي يخرج وتصادق عليه نجمده 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 ونجمده أننا سنرى المصلحة ولمصلحة الفضل للوطن وهناك مصلحة الأستاذ لا تنقش لن يوجد مزايدة الأستاذ إذاً هل أن الناس لفهم السياسيين يفهموا على أن هذا ما كانوا يدرونه في حق الأستاذ يجب أن يترجعوني. سيحيا ما تتوشب عن تضامن تضامن تعل الأباء والأولياء معكم في هذه الأزمة وفي هذه السرعة مع الحكومة. سوف يبدأ نقص على سبيل الحكومة كما قال سي العلوي. جمدت القرار ويجب أن تستأنفوه ويبقى النضار ويبقى الهتجاجات متواصلة. كما قبل من النظام الأست. قدر نقول لك السحمد. هذا العقس. تضامن الأولياء الأمور. تلامد القيوة الحية من داخل هذا الوطن الجريح. أن تزاد يوم على يوم وخير دليل هو المثيرات الدخمة التي عرفتها واحد من جموعة الأقالي. لا سألت المستخبرة. نسمع بأن الحكومة جمدت نظام أساسي. يقولون ما من المبررين الحالي. لا سألت جمدت أساسي الأساسي. يقبلوا على الحسنية. هي مثالة ديال. نحن نتعاملها مع حكومة. نتعاملها مع مؤثة الدولة. كيف يوعقل أن نتعاملها مع تصريح. وأنه ممكن أن هذه تأخذها كقناعة. نحن نتعاملها مع مؤثثات. يجب أن تكون وثيقة بشكل قانوني. إما بلاغ حكومي أو وثيقة التي تتم توقيع لها. أما أن يأتي يتصريح ويقول لك أن نضيلك هذه السياسة للتسويف. أرى الأساسي والمواطن الرعية منها. وخير ذالي لأنه إذا شفنا برنامج الرئيس للحكومة الوعود الذي أعطى رجال التعليم لا يرى إلى الشيء يقول لها التعليم المغرب يقول لها في حل السويدة وكندا. وخير ذالي لأنه أعطى وعدة أنه يزيد 1.2500 درام. ومن بعد ما تم السؤال في هذه النقطة قال لهم لا سنجلوها حتى المنتصف الحكومة ونحن امتذ من بها أكثر من هذا خرج الوزير الطالب العالمي وقال لهم لم يكن بهذا وعد ضربنا بالحجر نحن رفتنا نصف المدة للحكومة ونحن نقول لنا في الأواخر وبالتالي فينا هذا وأكثر من هذا كيف رئيس الحكومة يستدعف هذه اللقاء اليوم الاثنين للنقابات الأكثر تمتيلية الأربعة في حين أن هذه لا لديها سرعية للحركة خارج هذه الحركة ويضع خطوات نظارية ويضع ويضع تنثقي لماذا حسنية أما لنقابات الوعاء المنخارطين من ساحب من جموعة الأقاليم وأن من خارط وتبنا هذه الحركة تنثقي لأن تنظروا فيها المتطلعات ومتطلعات 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 مستقلة لذات ومتابعة للتشيح لبن للتشي نقابة وكذلك القرارات جماعيرية تمشي من القواعد أي القرارات تأخذ من المؤسسات ثم محليا ثم جاويا ثم تلطلعات مجلسة وطاري محمد ليس من الأخطاء ولكن من الأفواد تدارت في الحوار بين الحكومة والنقابة وعدم حضور تنسيقية البعض يقولك أنه قانوني لا يريد حضور تنسيقية في الحوار مع الحكومة ولكن لم يكن يحضور تنسيقية من أجل امتصاص الغضب للأساس من شي معك أنا تنسيقية من يجلسوا مع الحكومة تقريبا النقابة تخرج فاعلة ولكن لم تستدع وقع ما شاروش لها وهذا هو العيب بالنسبة لي أنا عندي واحد الميل في المصلحة فضل للوطن أنه يهم جميع الشرائح للنساء ورجال تعليم أي واحد عنده رغبة وعنده واحد تصور يجلس معه ونبرك معه هذا مشروع تنمو الجديد من اللي يريد يدار وتنزل من اللي كان بنبوس شد هذا البرنامج هذا أجلس مع الجميع أباء وأولياء وأباء التلاميذ مجتمع مدني جميع الأطياف اللي عندها علاقة بهذا المشروع اللي هو باش ننمي هذه البلاد هذه ونزيد وا به القدام اليوم كان جاء مشروع تنموي بالنسبة للمؤسسة بالنسبة للمدرسة العمومية وتكون دات جودة ونحن بركوا مع جميع الفرقاء هالتنسيقية شناية رأتهم وفيهم النساء ورجال تعليم شنو جايبين جايبين واحد الهم إذن هو اللي يعرف يشرح الهم دياله ويفسر الفئة اللي هو تابع لها والمشاكل اللي يتراك مات عليه هو اللي عنده الحل ولا يقترح حل وديك ساعة يبرك يجالس النقابة الأكثر تمتيلية أين العيب أنا ما كانشوفش العيب لأني علاش عطاتها هذي كنتي خابت لدازت احنا خصونا نشوفه في أفق 2026 اليوم كلتقطوا المساج وتنشوفو نحاولو باش نديرو احنا نقسو 2026 اللي جنتون اللي جاية وديك ساعة عدنا عدنا رأي أن باش هذي الناس هذين اللي ما كانوا شيمتلونا أو مخصو هذي ساعة كنشوفو كيفاش طريقة اللي غادي نحاولو نعجب وكيف قال الأخ أنه بالنسبة لواحد النقابة معينة كتخرج النهر لول في النظام الأزازي اللي هم النقابة الأكثر تمتيلية جلسو الوزير التربية الوطنية ولقوا اخدوا نسخة ومن بعد كي يقول لك كتتسرب ربعاً النسخ ودكش اللي تصادق عليه ماشي النسخة الأصليين اللي هما تفقوا عليها زياد إذن هنا واش هذي شي صحيح ماشي صحيح وما اللي عارفين وما اللي قدروا يجول أنا ماشي هنقابة أكثر تمتيلية أو جلستهم أو بركت معهم باش نعرف عشنا هو الوضع الداخلي لأنه كين شي أمور كدقان وكين شي أمور اللي واقعية خصت خصوح شوي الوقت شباش يمكن لك تعرفها الوقت والزمان هو اللي غيبين واش في علان هذي شي صحيح ماشي صحيح ولكن حنا ده بخص نشوف والقدام شناء والقدام وما ده كل الوليدات خصوهم يرجعوا للمدرسة وخصوهم تقريبا دست علموا واحد لمدة إن كمال يا ده الكريمة دست واحد لمدة معينة وكينين الوليدات اللي عندهم الإشهاد هذا هو الخطر في الأمر هنا كين باكالوريا وكين أولى باك وكين بالنسبة للتسعة والبتداء هذو مما الفئات 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 يعني تمكن تنسيقيات وشمس تتحضروا هذا الواقع هذا يعني التنميذ دباتي فيه في الصباح تقاعة وإدراف احتجاجات تريد بديت العفرات شوية كم تقوله البعض يا روش نأكد واحد نقطة هذا المسألة أنهم يتعبر على التنسيقيات غير قانونية من كنش للصداع ديلا هذه المسألة خاطئة إلى رجعنا تاريخيين قلقوا على أن تم الجلوس مع مجموعة التنسيقيات من طرف المسؤولين بما فيها احتى الوزراء مثلا التنسيقيات المعطانية يقلسون البصري فيها مثل البصري وما أدراكم ما البصري والقمعة محل ومجوحنا غير مؤخرا صنع الفريط الوزير وهبي وزير العدل أريح مع تنسيقيات المرصبين في المتحان المحامات وتوصل نتيجة لإعادة المتحان وكيف أن جوت تنسيقيات الثلاثة دون دون قلوا لهم لا ما عندكم شرعية واش هاد الحقرة هاد اللي ما زال متمر فيها تجاه الأستاذ معرفناش علاش واكتر من هذا حنا مع التلميذ أرى الأستاذ التلميذ وجعال لعملة واحدة رأى مصلحة الأستاذ من مصلحة التلميذ ومن مصلحة التلميذ ومن مصلحة الأستاذ على هذا الأستاذ هذا من التي توفر لدي عمال مهيئة وإن تعطي أجر لكي دمن الكرام المادية والمعنوية سوف يعطي أكثر سوف يزيد أكثر هل تنسيقيات تأخذ التلميذ الميلك الأكثر في طبيع الحال سوف يعطي المرضو المطلوبة لا تنسيقيات تستطيع الخطوة تسأل في الدراسة إلى حدود 15 يناير ومن بعد يكون لكل حديث نحن كون ما كالسحمد نكون صريح وواضح كيف يعقل وكتلقى مؤسسات الدولة ومعند الشقة بعضيتها والنقابات الأكثر تمتيلية وما تقعش في الحكومة والحكومة هي ما تقعش معها وكيف يعقل الثانتين للحوارات ومن بعد تم التنزيل دياله ولت هذه النقابات هذه هذه تبرأ من بن الموثل يقول لا النقابات كانت في إطار تشارك ديمقراطي في التنزيل دياله وهم بعضياتهم وكانوا الارتباك وكانوا الشقة فما بالك بهذا الأستاذ هذا اللي بعيد على الدوال ما يحبق داخل المطبخ ديال القرارة السياسي الدولة لأنه ينتق فيهم وراء الأستاذ المواطن السيفة عامة رعيان من السياسي للثينين أكثر وبالتالي لا يلدغ المرء من الجرح مرتين لا يلدغ المرء من الجرح مرتين السيل علاوي اشنو الحل يعني ما دي ما دي اشتاق شوف هو بالنسبة الوضع العام هو شوية كاريتي شنو اللي خلا يكون كاريتي هو أن الأحزاب المتعاقبة مدى السنين هو أنها ما خلتش تقع عند المواطن وما خلتش عند رجل التربية والتعليم تقع نعدمات حتى بالنسبة للنقابات اللي كنا النقابات فيها ما يقال ونما كننخلوش في الموضوع هذا وما نقشوش لو تنسيق باللي كنا خلي النقابة نسيقي اللي كنا لبف شارع عندهم الحق حاليا ها هو شوف أنا من اللي كان شوف الوضع كله وكان حاول لنشوف لننفعل واحد القراءة ونشوف أنا بالنسبة لي أنا شكونا واللي خاسر اللي خاسرين هم هذوك الوليدات درجة اللولى رجل التعليم ترجع لي الكرم والهيبة دياله وخص أي حاجة طالب بها خص ينال لأن اللي كنشوف حاليا على أن ها هو من الناس سيبركون لهم مزيئا كيقول عندي حسنية أنا اقتراح ديالي اللي هو بش نعرجو هذا وما يبقاش بهذه الصورة هذه ونرجع التقيقة لهذا الأستاذ وليهات نسيقيات كاملين وأن نحاول نباشر المهم أسرع وقت ونحاول بش نشوف بأن نرى ندراسة راولات تقريبا خصنا نباشر المهم وخصنا في أسرع وقت نخرجو حلول وهذه الحلول خصت تكون بعد الإعلان عن الزيادة العامة في الأجر ليطمئن الأستاذ أو التنسيق يطمئن أن نشتغل على الفئات الفئة وديك الساعة من اللي سنجعل ندير هذا جويد بالنسبة أو نعدل بعض الأشياء التي جاد في هذا النظام الأساسي الفئيس وخصنا نعود ونعالجوها ونحاول ونرجع الثقة أن نبين صورة وإشعاع ونراكين البصيس من الأمل أن نريد ترجع لأنه بالمدرسة العمومية والتربية والتعليم لأنه الأدات الأساسية لنبلغ الرسالة التي عرفنا هذه سنين لنلقي مع السيد الله يرحم ومن معه لا في البرامج ولا في المناعيج ولا في الزل الأشياء التي كانت تعطي الرجل التعليم والقيمة التي كانت يمتاز بها رجل التربية والتعليم هذا هو الأصل سيحي يمكن أن القرارة الزيادة في الأجور يقدر يخفف من الغضاء بعد بالنسبة لكم بالتنسيقيات هو لم يكن الدافع الواحد هو الرفع من الأجور لأن جموعة القطاعات الزيادة معقولة في حين رجل التعليم للثين طويلة لا يوجد زيادة في الأجر في حين أن هناك ارتفاع الأسعار تدخل من الزيادة في أجور خلال الحكومة الزيادة في أجور تقدر هي جوز من المطالب لأن لا يمكن أن تزيد ني في الأجر ولكن يتفرض عليها مهام جديد من الاختصاص الأستاذ كان هذا تحديد الساعات العمل في 18 الساعة والحذف في ثلاثة السوع التضامنية الاعتبار الحكومة للرجال والنساء التعليم لهذا القمع والاعتقالات لتعرض إلى محاكمات كيدية في حين أن هذه الأستاذ كانوا كدافوا على كرامة الأستاذ والمدرسة العمومية وأكثر من هذا الأسبوع اللقب من هذا تعرض واحد من جموعة الساس الذين كانوا خارج الفعد مسيرة وهي سلمية وحضرية وبالنسبة الحرية الرأي هذا حق للسوري وحق الإضراب حق للسوري في حين عواذ الدولة أن لا تلقى واحد الحلول لا تقمع فيهم وكيف يضرح النيام الوزير بهذا المخرج يوم الاثنين وأكثر من هذا أن هم خرجوا واحد القسط التي تفوق 20% وفي حين هذا يضرف المتوى المعيشة للأسد وكذلك يضرف الحق للأجراء كيف يعقل أن الوزير يقول لك حق كيف ندير لأن دوز نالي صالح نهار 21 إذن ندار كل عمر الشهر الجاي كيف الشهر الجاي لو كانت عنده حسنية الأسبوع كيف هذه القضية زادت في الاحتقان هذا كانت بعض الأشياء التي تمرر وليس يتم التدقيق فيها مثلا بالنسبة القضية لأن لا يحتاج الاقتطاعات بالنسبة الأجوغ للنساء والرجال التعليم ويجاء في هذه المرحلة النقاش التي كان لدينا قائبة تمتيلة مع الحكومة في صلوف هذه المسألة ويجاء يلغي القانون الذي داره بن كيران الأجر مقابل العمل لأن كيف قال الأخ قال أن في الدستور أن تضرب عن العمل قانون يضرب باقي مخرج لا هو إضرب مالذي يجيب الدستور الدستور هو اسمه قانون في البلاد بش نكون واضحين مالذي مالذي يقرها إذا ما سنجيش هنا وبواحد نوع من السلوكيات اللي هي حزبية إجر كان التعليم أفسدته وفي يوم يبدأ بحل يدير تشريح تشريح ما يقدر التعليم تشريح خصويت صاوب خصويت قد بحل الدول اللي هي وصلت لأن لأن أخسر عنه حسن لأن نرقص بزاف وش تشوف القضية تقطاع الأجور تهيز لا يقول لك النقابة أنهم سيجلسون اليوم الخميس وسيحاولون أجد أجد أخرجات اللقاء اليوم والغيبيين إذن واش بالنسبة الأساتذة سيعسفوا على هذه الإضرابات التي يديروا أو سيكون نوع من الفراج لأن هذه حسنية اليوم خصت شكرا العلاوي بالنسبة لأن المقتدق من السحم المسألة للقتطاع يرى صارقة من الأجور للرجال التعليم كيف يعقل أن جميع القطاعات عندهم الحق للإضراب أنهم يتم تبليغ على أن مضربين لا يتم الاقتطاع من الأجور إلا في القطاع التعليم سبحان الله هذا الأساتذة حقرينه من الذي يأتي الأساتذة الحق الذي يستطيع إضراب لا يستطيع أن مضرب يقول التغيب الغير القانوني وهذا رائد الدواج للتخص القرار في حين هذا مثال هذه الصريقة من الأجور خاص يتم التوقف بداية من الأساتذة نفروض عليهم التعقد لهم الثينين وما كيناظ ومن أجل رض الاعتبار الكرام للأستاذ ومدرسة العمومية ومثال الملف نفروض عليهم التعقد يؤخذ بعيد الاعتبار في أي حوار وفي أي تنزيل النظام المقبل شكرا سيح نكمل بالنسبة الاقتطاعات الاقتطاعات إداريا لا يجب كيفية لأننا نأخذ الكناعة ونأخذ عن طريق الهاتف ونقطع الأجر ديلك كان مسائل إدارية يتبلغ أنه تغيوب عن الأعمال إذا كان الأجر مقابل للأعمال إدارة تحاول تبيين لذلك الموظف إذا كان يأخذ واحد الوثيقة مؤينة لكي يمكن لي يدلي بها لذلك لا يريد أجراء بالنسبة لي ويدافع على الحق دياله لذلك الوثيقة تبيين على أنه فعلا تطع هذا موضوع آخر سأل لم يخلص الزواج هذا مسألة الثريقة والاقتطاع من الأجر يتمش التبليغ الثلاث لأنه يمكن أن يطع نوفيها لكي يكون واضحين كي يجيو مباشرة وما يتطرقوا لكي واحد الجز من الحق شكرا جزيلا على قبول الدعوة سيل علاوي شكرا جزيلا على قبول الدعوة متسبيعي قناة فس بريس إلى لقاء فرصة قادمة إن شاء الله